يفترض بالحكومة خلية تنسيقية متكاملة واحدة تعمل برؤية منسجمة طيب ووزاعة الكهرباء تعمل وحدها ووزاعة النفط تعمل وحدها لا عندما تكون هناك خطة لاستيراد محطات كهربائية لتوليد الكهرباء تعتمد على الغاز علينا أن ننسق ونعشق ذلك مع وزاعة النفط نقول لا متى يمكنك أن تزود وزاعة الكهرباء بكميات الغاز المتاحة من أجل تشغيل هذه هذا ما حدثت اجتهادات كل وزارة هي دولة وحدها لا يمكن لا يمكن للدولة أن تسير بهذا الشكل هناك خطأ استراتيجي في إدارة الدولة كل وزراء اللي تولوا مقاليد وزارة الكهرباء اللي جابوا محطات توليد تعمل على الغاز يعني هذا هذا سيناريو قاتل دكتور إشكاليتهم شنو دولة بوحد ذولة مغالبية وزراء الكهرباء هم من السنة البعض يقول لك لا مو إيران هي لاعب جزء رئيس على مود هاي المحطات نأخذ الغاز من إيران تشوف للأمانة دكتور لا بالأمانة لا سوي لقضية السنة الشيعة ترى ما نتحدث الغنيمة الغنيمة يقول توجهه الحكومة الغنيمة أن تذهب إلى الغاز الإيراني الغنيمة اليوم هذه الوزارات غنيمة كلهم يأتي يقضم منها قليلا يمو هاي أخطاء استراتيجية أنا أجيب محطات عملاقة توليد تعمل على الغاز وأنا مو عندي غاز وأتالي كل صيف العراقيين الشعب العراقي يعاني من قطاع تهير الكهرباء أكثر من 60 مليار دولار صرفت على القطاع الكهرباء ولا زال القطاع الكهرباء ولا زال الشعب العراقي وإن من عدم توفير هذه الطاقة الكهربائية أين الإرادة السياسية نعم بها صمت هاي طيب الصمت هسألك وملف الفساد اللي بيها لا شك اليوم الفساد نخر في جسد الدولة العراقية خاصة من الفطاقة إذا كان الفساد في عهد النظام البائد يقتصر على الطبقات القريبة اليوم تمكنت سياسات الحكومات المتعاقبة بعد التغيير أن تنزل هذا الفساد إلى أخمص القدمين الله أكبر لذلك حيث شرعن الفساد قادتها الحكومات المتعاقبة تمت شرعنة الفساد بشكل أو بآخر حكومات وأحزاب ودول كلها من أجل لقمة الشعب العراقي كان يفترض أن هذا الشعب طوال هذه الخمسة أصباط عشر سنة إذا كنا نمتلك رؤية لبناء الدولة أن نكون قادرين اليوم على توفيع بعض وسائل الرفاهية لكن غابة رقابة شعبية وغابة رقابة الدولة وغابة الدولة وبقي الوضع كما نحن عليه اشتركوا في القناة